يعيش هلازي ديون الآن في جبل سنجار سيد الرئيس نذبح تحت يافطة لا إله إلا الله سيد الرئيس لحد الآن خمسمائة شاب ورجل يزيدي سيدة النائبة التزمي بالبيان الذي وافقت عليه سيد الرئيس نساؤنا تسبى نساؤنا تسبى وتباع في سوق الرق رجاءً أخوان رجاءً أخوان سيدة النائبة الآن هناك حملة إبادة جماعية على المكون الازيدي سيدة النائبة نعم سيد الرئيس أنا ملتزمة رجاءً سيد الرئيس أهلي يذبحون أهلي يذبحون كما ذبح كل العراقيين ذبح الشيعة والسنة والمسيحيين والتركمان والشبك واليوم يذبح لزيديين أخوان نحن نريد بعيداً عن كل الخلافات السياسية نريد تضامناً إنسانياً أنا أتكلم هنا باسم الإنسانية أنقذونا أنقذونا 48 ساعة 30 ألف عائلة محصورة في جبل السنجار بدون ماء بدون أكل يموتون 70 طفل لحد الآن ماتوا من العطش والاختناق 50 شيخ مات من الوضع المتردي نساؤنا تسباك جرايا جاريات وتباع في سوق الرق سيد الرئيس نطالب البرلمان العراقي بالتدخل الفوري لإنقاذ هذه المذبحة 72 حملة إبادة جماعية على الإزيديين والآن تكرر في قرن الواحد وعشرين نذبح نبيت يباد دينهم كامل على وجه الأرض أخوان أنا أناشدكم باسم الإنسانية باسم الإنسانية أن توقضونا سيد الرئيس أريد شكرا جزيلا شكرا جناب النار سيد عباس البياتي شكرا جزيلا شكرا جزيلا